تعالوا نشوف الخطبة دية إبليس هيقول فيها يوم القيامة وعلى فكرة ده ألم قوي جدا وضربة شديدة جدا لأهل النار وأهل المعاصي والذنوب وأهل الشركة والكفر يوم القيامة إبليس هيدوم ألم إبليس هيبيعهم ما ليه؟ إبليس هيتنصل منهم إبليس هيرميهم شفت بقى وخدوا بالكم ده حصل أصلا في الدنيا قبل الأخير ركعة حصل في الدنيا أما ليه؟ شف في غزوة بدر لما قالوا المشركين قالوا طب إحنا هنقاتل المسلمين إزاي؟ فإبليس تصور في صورة رجل وقال لهم أنا معاكم ما تقلوش وعلى أول عتبة باعهم وربنا يصور المشهد ده في آية أخرى سنقف معها بإذن الله وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس خدوا بالكم شوف الزكاة بتاع بلس وقال لا غالب لكم اليوم من الناس يعني ممكن يكون لكم غالب من جهة الله وليس من الناس ممكن يبقى من الملائك وده اللي حصل وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ أَنَا مَعَاكُمْ وَفْضَارُكُمْ تِلَأُوشْ أنا سند ليكم فلما تراءت الفئتان التقى الجيشان جيش الكفر وجيش الإيمان خير نكص على عقبي فر أول منجري هو وقال إني بريء منكم خير إني أرى ما لا تروا إني أخاف الله يا خابر بيض إني أرى ما لا ترى رأى الملائك فإبليس وعوده كلها كذب ما هو إبليس خدوا بالكم قبل من نتكلم في الخطبة أو خلينا نتكلم في صفات إبليس بعد ما نقف في الخطبة دي الأول نشوف الآية دي الأول وقال الشيطان لما قضي الأمر الشيطان مين هو الشيطان الشيطان وصف الشيطان وصف لإبليس إنما اسمه في البطاقة اسمه في شهادة الميلاد بتاعته إبليس إنما وصفه شيطان طب إبليس لأنه يلبسه على الناس ويشكك الناس ويزعزع الناس إنما الشيطان وصفه ليه الشيطان إما من شاطة وهو يعني داخل النار وإما من شاطنا يعني بعدة وهم لذلك يقولوا الشاطئ بعدة فلو خدناها من شاطنا يعني بعدة يعني هو بعيد عن الرحمة ولو خدناها من شاطة يشيط يعني هو مخلوق من النار وسيعذب بالنار وأحد الناس دلوقت اللي عارفها يعيز يسأل ويقول أنا آلي لفتماككم على فكرة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة